حكاية اليوم كارثة تخيل معي أنت حليت عينك في وسط عائلة فاسدة بما تحمله الكلمة من معنى عائلة متجردة من الأخلاق والحنان وحتى المسؤولية ما كنت تقدر تدير أو بالأحرى كيف ستكون كبرتي وماذا هم المخلفات اللي سيبقوا في نفسيتك خصوصا وكنستطر لها بخط أحمر غاليض إذا كنت أنثى اللي ستعيش هذا كله وسط مجتمع لا يرحم سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام إليك أتمنى أنكم تكونوا بخير على خير وأموركم هانية كدائما وأبدا حفظتوا هذه الجملة شكرا على دعمكم شكرا على حبكم وشكرا على طيبوبة الأنامل ديالكم يا مشاهدين يا كرام يا أمهات ويا أباء يا أخوات ويا إخوان حكاية الليلة وكيف العادة للعبرة ولكن قبل ما نبدو ما كرهدش أنه لحده شي ولدات ما يسمعش هذه الحلقة حتى يكون بوحده ستكون أحسن في حكاية اليوم أش غادي نقول لكم وياه من قساوة الأحداث حكاية مليئة بالجرأة والألم والمعاناة وزيد وزيد قصة طويلة وتفاصل كثار 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 وأحداث جريئين ولكن بدوري غادي نحاول أنني نختصر ونعطيكم المفيد اللي غادي يخلي لنا الحكاية متسلسلة أيضا غادي نحاول أنني انتفادة أنني نشربكم أحداث لي وما جريئين بزاف أو لا نخليكم أنكم تكملوا من عقولكم من حيث صراحة لا أتجرأ أنني نحكيها وأنا عارفة بلي أنه كان عائلات وخصوصا آباء لي يشاهدوني المهم المغزى سنوصلوا بطريقة ذكية وبطريقة اللي غادي تليق بالمقام ديالكم وطبعا بالقيم ديالي وعذروني وما تدرويه هاش من نقلت السواب إذا سمعتوني اتطرقت المواضيع اللي ضروري أصلا نحن نضيفهم حيث هذا هو هدف البرنامج وهذا هم الحقائق متاع كل حكاية لم يخصوصهم شي تخبوا وأصلا صاحبة الحكاية ديال حلقتنا اليوم والله العظيم والله شيد على ما أقول بدموعها كتعود لي وكتقول لي بلي أنه فيما كتبغي تعود لي شيء أحداث كتمشي لها الكلام أو للهضرة وما عرفتش منها تبدالي المهم طولت لكم بزاف المقدمة ولكن كان من الضروري أنني ندير هذا التوضيح صاحبة القصة سنختار لها كاسم مستعار ليلى لنبدأ ليلى كدقول سنشارك معكم أهم الأحداث لما قدرش يتحيدون لي من الذاكرة ديالي وما قدرش نعيش معهم ليومنا هذا سنبدأ لكم قصتي من وانا بقى صغيرة وبالضبط لما بديت نعا في سن ثلاث سنوات السن اللي بديت فيه كان نعرف وكان نلقط ونفهم كيف يوقع وانا عندي ثلاث سنين كنت عيشة انا واختي وخويا وبالي يخدم الصباح في الدار يقض العاصر وبالعشية يخرج يبيعوه على برا ومي كانت تخدم في المعمل حليت عينيه في الفقر الفقر المضقي لم يكن يصرف علينا الا مرة مرة او لا ناذرا فاذا كنا كان فطره لم يكن تغضى كنت كان عقل على امي كانت تخون ببا مع الخليل ديالها ايه وانا عندي ثلاث سنين وباقي كان عقل على جميع التفاصيل كيف عقلت؟ حتش يا سادة يا كرام كانت تديني مع اختي الصغيرة كانت تخليها مع جدا كان عقلها على هذه الدار لذلك التفاصيل نتعدك انهارات ليلى كاتبكي وكاتبكي وكاتبكي كل شيء باقي حصل لي في الذاكرة وما قدرت ننساه اليومنا هذا انا سنتقسم معكم قاعدة الشيء اللي باقي في الدماغ كاتبون واحد من نهار لما خرجنا من الدار الام ديالي وخليل ديالها وعذروني عفاكم سيتديني باش انني نمشي نشري مونيكا كما باش انهم يحاولوا ينسيوني كان كل نهار تسيعيط لها شو واحد في التليفون كل نهار تدير موعد مع شخالي جديد والطامة الكبرى انها كانت تديني معها ديما كانت تصفتني عند الناس وتقول يا سيري عند عمي يعطيك عشرة دراهم سيري قولي لهذاك لك لماذا قتلك ماما انا والنفس انني نشوف ونتعايش حتى ولا تجيني هذه الحياة او لا اي حاجة تدار مخيلة للاخلاق او ايا كان شيء عادية المهم الوالدة ديالي لما تخرج للخدمة كان بقى انا واختي في الدار في حوما كل شيء كان عارف نحن نعيش في حالة موزرية وكانوا يضربونا وكانوا يحتقرونا وكنا نخرجو للزنقة شبه عاريين ونحن مازال صغار قد قولي يا ليلى كيفاش سنقدر نشاركو هاد الاحداث وانا عمرني شاركتها مع شيحد وكاتبكي قد قول كل مرة كانت يديني شيء شخص غريب وكان يتعدى علي اه 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 ذاك الشيلي في بالكم ما مرة مازوج وانا باقة صغيرة عمرني ما قدرت نقول للماما وتخيلوا الكارثة هي حتى من حبيبي اللي هو اخو الوليدة حتى هو كانت يعتاده لي ما مرة مازوج ما كنتش تقول للماما حيث كنت يجين هذا الامر عادي عرفتوا علاش حيث كبرت وسط هذا الفساد وكنت كنت نشوفه مع ماما واحد النهار في الحومة سنقوم بتصرف لا اخلاقي وانا باقية في سنة صغيرة بالسف تكون عندي شيء خمس سنين و سيمشي شكي بياه واحد الرجل عند ماما و كعقابة لي سيتهزوا الموس و تتخلهم جيدا و تديروا لي فوق يدي الدابة وقت ما شفت يدي كانت تفكر هذا النهار اللي حتى هو عمره ما يتنسى لي سنمشي لسن 13 سنة و ما زال باقية انا اخوتي كان حضرهم مدابزات ماما و بابا و كنتشنقوا مع بعضياتهم فهذا السن اول مرة سنتخل مبينتهم و سنفرقهم و من داك النهار اذا تديروا يا اما اميك تعيت لي و تقول لي سير يقول لي انت الفاعل انت تتركوا يا هذا و يا هذا وهو يقول لي سير يقول لي انت الفاعلة يتتركه الى ما اخره ما كانش الاحترام ما كانش التقدير و ما كانش الحياة العائلية المهم و لو دي محطيني مبيناتهم مردوني في حياتي حتى طلبتهم باش انهم يتفرقوا و فعلا سيتتلقوا واحد النهار سنتتعلق في الباب و سنتتلقى واحد الحجاب معلق ما عرفش ما هذك الحجاب ديالاش وش باش انهم وليدي يتتلقوا وش حاجة اخرى المهم انا هزيته و ما عرفش ما ندير به من هذك النهار و انا مريضة وليت نخاف من الموت حتى وليت كنتوسوس و تجيني حالة ربيك يا الانبياء كان بده نقرأ قرآن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم و يمشي لي كلام ديالقرآن لم يكن بقاش نعقل عليه و كتجيني واحد الحالة اللي كيتزير فيها الجسد ديالي و يتنمل عليها بحيال الروح بغا تخرج ليها و النعاس مكاش كي يجيني كان من عدم و من ذيك الوقت ليومنا هذا كان نعاني من نفس الحالة كنت نقولها الماما كنت نقول ليها هاشنو باش كنت نحز و كنت تقول لي رأي عادي حتى حد ما كانت يديها فيها ما عرفش هالشي نفسي و اللي عنده علاقة بذلك الحجاب ديال السحر اللي رقيت حتى الواحد النهار الام ديال ماما اللي هي جدا غادي تعيط لها و تقول لها اجيو تعيشوا معايا فعلا مشينا ولكن همارني مرتحيت لهم حيث كان واحد حبيبي واحد اخر من غير هادك كان عايش معانا اللي لم كناش مفاهمين معاه ماما كانت مرة كتخدم و مرة مع الخليل دياله و احنا كل شي كنا نشوفه بعينينا و جداه اللي كانت تقابلنا و نزيدكم طامة الكبرى هي انه حتى هاد جدا ما سهلاش كنا عايشين في واحد دار بعيدة على الاخلاق و على التربية منزل كان فعلا فاسد منحتاج حتى هي كنت يجي يزور هالخليل دياله ديال جدا و كنت كان نشوف بزاف ديال الحويج و انا صغيرة وولادها يشوفوا كل شيء و لكن كانوا معايش مع الوضعية المهم ما كان ما نعود لكم قمة لا اخلاق بقيت عايشة وسط هاد الدوامة العائلة ديال ماما كلها بحل بحل و كلهم خارجين على الطريق هاد حبيبي اللي ساكن مع جدا كان دائما يضربني انا و اخوتي و يدبس ديما مع ماما و ديما المشاكين و ماما ما كاش كانت خليني نلعب في الحوما إلا بشرط انني نخرج معايا اخوتي و اذا ما خرج شونش كانت تعالني بكلام قبيح هذا كله اللي دازع لي و اللي كبرت فيه خلاني انني ما نقراش مزيان او بالاحرى ما نركش في القراية كيفاش غالت نقرف اللي جو اصلا معاودة تحضيري معاودة الثاني معاودة الثالث و قرية حتى للسابعة تخيلوا و خاكك اليومنا هذا العربية بقية كانت تهجاها و ما كان عارفش نكتبها و هاد الشي كله بسبب مشاكين اللي عش مع ممي و مع ابا بسبب التربية ديال الممي و بسبب التربية ديال ببا بسبب اللاواعي و نعيدها من الاخلاق و الاعتمام ديالهم مرة مرة كنت كان نخرج من دار جدا و نمشي لعند دار جدا الاخرى ديال ببا نقلس معهم و حتى ما ما كنت مرتاحة حيث والديه كانوا ناس محافظين بزاف و ملتازمين و انا كنت باقية صغيرة فكان بالزز مني انني نلبس شي حاجة طويلة و اذا كان العكس كانت يجري علي مطار زائد على هذا كان خصنا اننا ننعسو مع التسعود ديالليل و ننضو مع السبعة ديالصباح و صراحة ما قدرتش نتأقلم نهائيا و مولفتش نعيش هكك و حتى ما ما كنت مرتاحة و جدا كنت كنت تدير فرضيات ما بيني انا و اخوتي و اولاد امامتي حيث كنا فاقيرين في هذا الوقت كنت مرة مرة نمشي عندي ايشي صاحبتي يا جيران غير باش نبات معهم و بالمقابل كنت كنت ندير لهم الشغل بحال نغسل معهم شطاب نجفف غير باش نكون عندهم عزيزة و يخليوني نبات معهم في الدار واحد نهار قديمشي للدار عند عمتي و واحد والد عمتي غدي يحاول حتى هو باش انه يتعدى عليها في ذاك الوقت غدي نغوذ و مين شافني انني رفضت مشا عند امه و اللي هي عمتي و قالها باش تجري عليها ايوو بقيت من هنا الهنا كنت عايشة من لوحة من دار الدار بقيت عايشة على هاد الحالة بلا ما انسوا اني في قاعد السنوات كنت كانت تعرض لاعتداءات جنسية باقي كان عقل على واحد الحادث انت شاب كان كبر مني بشي خمستاش سنة سوف يديني لبلاسة خاوية في البحر و يتعدى عليها و يهرب و ذاك الساعة لم اعرف شو كون قالها الماما حتى رقيتها وقفة عليها و بدأت تتسولني لماذا جئت لها و يا رب تسمح لي كان بان لي واحد الراجل المسكين ووقف حدايا كيلعب الرياضة و انعتلها فيه على اساس هو اللي اعتدى عليها و هذا الراجل كان مع عروف في حومة جدا و كان بحيل احمق شي شوية سوف يدروا بي شكاية و سوف يشدوها 3 شهور من ديك الساعة و انا و ضاميري كان يعذبني و لي يومنا هذا الله يسمح لي بقى فيها بثاف و اصلا حتى شي حد ما كان يدع فيها لا فين بشيتي ولا فين جيتي لماذا مكديري لماذا اعطيك الفلوس كل نهار كان مجلس في الشي بلاسة و نبقى نبكي 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 و نبقى نقول اليوم سوف ينموت غدا سوف ينموت بقيت على هذه الحالة شحال و هم مرشي حد فهنا مكديرا المهم من بعد مخرج من السابعة سوف يدخل لتكوين و لا سوف نكمل العام كانت عندي ديك الساعة 14 سنة سوف نتعرف على صديقة و التي نرى أنها تعمل شي شيء خائب و اقبت كنت خرجة من التكوين و اذهب من الدار و ذهب الى جدا و لكن يدخلت للدار و لا يجب الناس يدقون حلات جدا و وصولها و اشهر في لانا و اشهر تسكن هنا نوعا ما فرحت إصحابي الخطاب كما نسمحنا البوليس منين سمعت البوليس يصحابي جوه بشأنهم يرجعوني مدرسة حيث ذلك الوقت كنت أخرجت منها بسبب دفتار حيث كنت كنت أذهب عن دبا كنت أقول لي شريليا ومي كتصفتني عند دعا أو تاني حتى أخرج لي الدم وخرجت بسبب دفتار المهم سنخرج لديهم وهم يقولون لي وشكتعرفي فلانا قلت لي هم اه راس صاحبتي قالوا لي وشكتعرفي حتى هذا الشخص قلت اه وانا اعلاميتي وهم يقولون لي راكي متهمة باللي انك كتب يعي الممنوعات في المدرسة نعم الممنوعات تصدمت قالوا لي جينا باش نقلبوا حويش كل بيت قلت لهم اه ها ادخلوا ما خلوا مقلبوا ما خلوا والوا وخاها كاك غاديمشي واركبوني في واحدة موبيل وغاديدوني لكم ميسارية وانا عندي 14-15 لسانة وبقاوك يحققوا معايا وانا كتب يعي الممنوعات في المدرسة قلت لهم انا اخرج من المدرسة هذه شحال من شهر وانا دابرني في النادي كنت تعلم الخياطة ومصح ابقوا السقفية وهذه اللي تهمتني قلت لهم ارى واحد خيينة تأتي عند المدرسة بطموبيل هكي دايره هكي دايره وانا اقسم بالله ما اعرفت حتى هذه الممنوعات كيف هكي دايرين وحتى هذه خيينة هذه المواصفات اللي اعطتهم وكان بكي وكان يسبوني وكان يضربوني برجليهم وكان بزولي باش انني اندوي وكان غوط الاربي اللي خلقني اش غادي ان اقول لكم داروا لي بحيش مجريمة او بحيش واحدة قتلات شروح وهم يدوني واحد البلاصة يصوروني فيها ديري بحال هكي ديري بحال هكي انا مفاهمة والو ستجدك صاحبتي اللي اتهمتني مع امها وبدأت نقول لها فلانا هلش طيحت عليها التهمة وكتشوف فيها بحيلة بقيت فيها ومها كانت قاسحة كتقول لهم هي اللي دارت وهي اللي فعلت المهم غادي هبطوني مسمى بلا كاب اللي مكنش فيه بوحدي كانوا حتى الرجال وكل واحد اش من مونتيف كان داير احطوني في بيت اللي حيوطة دياله مكتوبة فيه الفضايح خلوني فيه ثلث ايام وكنت منع صغير على واحد المانطة ريحتها حالة وغير على الضص ونذكركم باللي انا ده كانت عندي غير 14 سنة حتى حد ما عقل عليا حتى حد ما عتقني مني انداز دوك ليامات دياله وشافوا بلي انه مادرت حتى شي حاجة وبريئة غادي يخرجوني خرجت الزنقة وكل شي كيشير فيه هاي فلانا هاي فلانا بحي لقتلت روح وانا والله مادرت شي حاجة وبزاف جي صحابتي مبقوش كيدوي معايا بدست شهورة وتنسيت وبقيت من قنت القنت والوقت كتصنع مني انسانة حقودة واللي تليقى لي شي حاجة كندرب وكندبز معاه واللي تكنسلخ اي واحد حتى كنسي الليل الدم والليت عنيفة والليت انسانة بباسلة وبقيت على ذيك الحال حتى درت 16 سنة ودخلت عاوتاني لتكوين ديال الطبخ ثاليت العام وجاء الوقت فاش اناني ندير ستاج غادي نمشي لواحد الفندوق اللي معروف باش اناني نكملت تكوين ديالي وكنت نخدم فيه مزيان غير باش اناني نعجبهم ويعطوني ما ناكل فهد الوقت ترجعت البيت اللي اللي كنت كنسكن فيه مع امي وابا واخوتي سافي بغيت نستقر وغادي نجيب معايا واحد البنت تسكن معايا فيه وديك الايام كان واحد البيت فوق منا اللي ابا كنت يخدم فيه كانت يقد فيه العاصر باش العشي يخرجي بيعو بديت كنلاحظ بلي انه يتقدى ويجيب لنا هالفوكي هالخضراء علما انه عمره مصرف علينا في الماضي كعائلة بديت كنقول مع راسي ليك ما ابا تبتل ولكن للأسف لا ابا ما تبتلش حيتاش من بعد غادي نكتشف بلي انه كون علاقة مع ذيك الشركة ديالي في الساكن دازوا بزاف جالا قطعت مع ابا الله يسمح ليه لما كيت تنسوش وكنت كان غمض عينيه من بعد غادي نتترد من الوتيل اللي خدمت فيه بسباب هاد البنت حيتاش بنات ليه واحد الفخ معاشيكليان المهم غادي نرجح في حالي لعند سوف ندير 17 سنة سوف ندور برأسي شي شوية وانتهى الله في حالتي ونبان بحالي بحالي بحال البنات سوف ندخل ونخدم في واحد المعمل الذي كانت تخلص فيه ونفكر بشأنني نجمع أخوتي وقلبت على الكراه وكريت في واحد العمارة ماما جاءت حتى هي ولكن مازار باقبة سوف تخرج بزاف جال حوائج اخرين وما مهتم بولاد هاليوم أخوتي وما كدقلش في الدار كانت إنسانة ماشية للدار الله يسمح لي على هذا الكلام ولكن أنا محتاجة أنني نخوي ذلك اللي عندي وهذه هي الحقيقة ليلة كدقول لقيت راسي كنخلص الكراه وما عايشش ذلك العيشة اللي بغيت ولا اللي تمنيت علما أنني أنا اللي كبرت أخوتي فكنت ماما خدامة وكنا صغار كنت تخليلي يزوج أخوتي دراري وأنا كنت في واحد السن صغر بالساف سن لمازار كنت اللعب فيه وكان بغي نخرج للحومة والله يسمح لي من أخوتي الصغار واحدة كانت عنده عام والاخر كانت عنده عامين فكنت الناس كني في ذلك البيت كان الباب محلول على الدرج وكنت كان حطهم ونسد عليهم وتندير غير واحد الخشبون حصرهم بها باش ما يحاولوش أنهم يحلوا الباب وكنت تنجي ونحل عليهم وشعرفت كيف كنت كنت تلقى ومساكن لم يكن لابسين كوشات لم يكن لديهم ماكلة وماما لم يكن تدير لهم أصلا ووالوا ولم يكن تخليلينا حتى شيء حاجة وحتى أنا كنت كنت نزيد وكنت أخليهم فكانوا يبقوا في ذلك البيت يبقوا كيبكي وكيبكي وحتى كيشبعوا ويديروا شغالهم من تحت منهم وينعسوها كيكون الدنيا مجعفنة ومجلخة حشا كنا كنا عايشين في العفن دعني نرجع معكم لما كبرت وجبتهم اللي عندي ماما سيتمشي عند ضمها وتدخي أخوتي أخويا الكبير غير دايع وعلم الله كيف كان نعيش من جهة دياله تلقت ديك الضار وستطاحب مع واحد البنت وحد أخرى اللي تعيشني معها هي أمها أختها وأخوها وهذه العائلة كانوا يمشوا عند السحارات كانوا كلهم يطحوا بالسحر أنا داخليا لم أكن مرتاحة ومع قاعدة السحر زدت وصوص أكثر المهمة سيتقبلني عائلتهم حيث كنت كنت ندور مع أمها ولكن من بعد فاش خرجت من الخدمة لا ستقبلش ممت صاحبتين بقى معهم إلا بشرط باش أنا نشقالهم واخاك كنت 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 نسمع الهضراء ونقير باختصار مفيد واحد النهار ستأتي ماما عندي وتقول لي بلي كين واحد الأجنبي بغيتوش أنا رفضت حيث عندي فكرة على ذلك البلاد اللي من هذك الأجنبي والناس ديالها باللي إذا مشيت لها سنخرج فيها للطريق كثير من ذلك الشي اللي كان نعيش في المغرب علما أنني حداها وبسبابها تعرضت الأمور كثير وما كانش اللي يسول علي وما كانش لحنان ولا حتش شي حاجة المهم سيتشهر على هذا الكلام و سيعيش في تمارة والحقرة وزيد 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 بدت تقول ليلا انت راكي فيها فيها أصلا راكي عايش في العذاب لشنو سيوقع كثير من هذا الشي اللي وقع عليك في المغرب وبدأت تبلي الضبابة في عيني سأذهب عند ماما و سأقول لها باللي راني بغيت سأذهب للا ليلا ولا والو حيث كانت ماتت جدادي الماما و سأصل لعند البنت السيدة اللي كانت قاتل ماما عليها بشأنها تزوجني وبقيت معها قبل ما يتزوجني الرجل اللي جابوني له وصلت و سأكتشف و نشوف عالمه اخر أصلا سألقى بليد خيثي كالتعاطى و رجعتني المساعدة عندها في الدار في انتظار هذا الشخص اللي بغيت يتزوج بي بخصي صار مفيد سأعيد لي و نتلقى و كنا كنت وصلوا غير بالإشارات و نعود ليها كيف نعيش مع هذه المغربية قال لي يا صافي خليها و يلا لدارنا رحبوا بي مزيان و بعد أسبوع عندهم قدرنا القاعد و داد لي العرس ولكن عمرني عرفت كيف هش المعاملات كيف هش يعجبوه كيف هش يتصرف أين سأسكنني؟ المهم جيت بعيني مغمضين و قلت لي ليها لها أنا أريد أن أخرج من ذلك اللي كنت عيش في في المغرب أنا لم أكن أريد أن أكون بحال ماما أصلا كنت عيشة غير في الحقرة و في الفقر و في الفساد و فجأة وصلت لعنده كان عالم آخر والدار كيف هش دائره واللبس كيف هش دائر والطريقة اللي الماكلة و كل واحده و التبصيل دياله أبسط مثال أنا والتي غير تبصيل واحد في الطبلة الصغيرة و مزاح مين إحنا يسبها بنا كل واحده يجرر الشيء اللي قمه من قنت و راكم هارفين فقر المدقع كيف هش دائر المهم أنا غادي نرتاح و نقول الحمد لله ما شي داك شي اللي كنت كنت توقع زعم ما بعيد على الفساد وبعيد على كل شيء صافي ها هو الرجل اللي تزوج بي على طاعة الله و رسوله و بالفاتحة و بما يرضي الله طم أنت و الدانيل داروا ببعده ما سأقول لكم واحد مولاتي الطار اللي نتمنى هل أي بنت بقيت غير حالة في أمي و جاتني بحالة قصر قد كان قول غير اللهم و لك الحمد و خادش اللي ذات علي في السنوات الماضية في المغرب أهمرني نسيت مولانا ما كانت شليلة كتدوز علي بلا ما مكي كنت دائما كنت صلي و نطلب الله يخرجني من هذه الحالة لحليت فيها عيني و ربوني عليها وليدي المهم تقدروا تتسألوا مع نفسكم مواش قدر يقبل علي رغم اعتداءات اللي وقعوا لي كنت خايفة من هذه النقطة و كنت توقع أنه لما يكتشف سوف يصفتني المغرب في حالي ولكن سوف يقبلني بلا ما يعرف الماضي ديالي أو بالأحرى أنا ما غاديش نبوح ليه به حيث إذا عارفوا كانت نش أنه كان يقبلني من بعد شهر ديال الزواج اللي فيه غادي نتعلم كيف نحط طبلاء كيف نتياكل و بدأت أقلم مع الوضع الجديد بدأ يبلي الراجل كي تسيف عليها ولا ضغياء كي يغضب و إذا هضرت معاه ضغياء كيتعصب و كي يسب ولا كي يضربني واحد من نهار أعطاني قتلى ديال العصة علياش على الفيسبوك اللي كان عندي و أنا في المغرب اللي بلي فيها أنني درت إعجاب بالتصويران تع وحد الصديق اللي كانت يخدم معايا في الفندق وهذه غادي تكون أول سلخالية فهذا كل وقت قدت ندخل البيتي ونصد عليها ونشد شي مخدة ونخشي فيها و بدأ نبكي ونغوط غير باش ما يسمعنيش صافي بقيت على ذيك الحالة و اكتشفت بلي أنه إنسان عصابي للدرجة خيالية على أبسط حاجة كنت كنا كل عصا تبتل بلما نعرف السبب ولا علاش تبتل حتى إذا امشينا عندما موت على الصبع لي كي يضربني حداها و هي ما كد قول والو و أنا كد كنشدها في قلبي و ما تقول والو علما كيف عودت لكم أنني ما كنصبرش على حقي و كنت إنسانة عنيفة و اللي داد لي شي حاجة كان هلكو بلعصة يا بنت يا دري المهم بقيت صابرة 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 و حتى هو اللفني بحالها كاك و كي عصاني و أنا كنسكت و اللي كنت يصبرني بزاف و كنت كنقول راسي هفلانة ركي عشتي العذاب كثر من هذا غير صبري و ضروري واحد منه ربي غير يفرج عليك ديما كنت كنت كندوي معامول لنا و كنت كنت تطلبه يعفو علي هاد السي اللي تزوجت به كان سدع لي البيبان و سدع لي الشراجم حتى من البالكو ما كنش كان قدر نخرج ليه و من المدراسة كان نرافض باش أنه يدخلني لها غير باش نتعلم باش أنني نتواصل معها في اللغة عشت الوحدة و العذاب و شحال تمنيت نهرب ولكن ما عنديش الفلوس ما عنديش لوقف معايا ما عنديش اللغة و ما عنديش صحابات صافي صبرت و بديت نفكر كيفاش نتعلم هذه اللغة حقيتها فراسي و آمنت بها و غادي نتعلمها غير من الأفلام يكن تفرج فيهم من بعد غادي نحمل و غادي نفرح و كان إحساس في شكل و أخاكك ديما كنت طلع صح تكررهني فراسي غادي نولد و ولدي اللي أول من بعد عام غايجي حاو تاني يضربني و هي تخرج لي ديك ليلة دي المغريب ليلة العنيفة و أخاك كان صحيح و عريض كنت كانت تشانق معاه و اللي كانت تجاوب معاه و مشي تدعيته والله العظيم من هاديك عمره محطة لي يديه و لدي البارك المهم بدو كي تفتحوا لي الأبواب و كي يحضي راسو و كي يدير بحسابي و بحايلة و لا خايف و عادو اللي نا كنعيشوا حياة زوجية بحانة بحال الناس غادي ندوز عام و غادي نحمل عوزاني ببنتي أنا اليوم وقفت على رجلية و الطاقة كلها اللي عايش بها كنجي بها من أولادي و علاقة بلهم تبتلت و اللي تمرانت على الدار و قليل في انتا نخرش و غادي نكتب عليكم لأنني داخلي نراني بخير لا أراني باقي كنعاني من الماضي اللي خلاني ما نعرفش واش أنا مرضا نفسانيا او لا بيعش شي مس او لا عندي شي مرض ما عرفش ما هو واقع ليا إذا كانوا أولادي و ابوهم ناشطين و فرحانين كتجين واحد اللي هيستيريا نتاع الغوات كنبغيهم يكونوا فرحانين ولكن ما قدرش نتحمل الأصوات اليومنا هذا باقي ما كان نعش حتش كي يجوني كبوابيس بالليل كواليس نتاع الماضي اللي عشت من اعتداءة جنسية ونفسية الى ما غير ذلك تقدروا تقولوا ليسر يشوفي شي طبيب نفسي ولكن ما نقدرش ما نقدرش ندير هذه الخطوة حتش خايفة لنشارك الماضي ديالي معاشي طبيب نفساني من نفس الجنس ينتاع راجلي ويمشي يبوح بيه لراجلي كل يوم كانت عيش مع المعاناة ديال الماضي كل يلا كان قول فقاش غري صبح الصباح الحمد لله أعيش في الخير ومولانا عوضني ولكن الماضي باقي تابعني واللي نكمل علي هو انه من بعد غادي نكتشب لي انه راجلي مسلم شيعي ما كيسليش وما كيصومش وانا تبت المولانا من نهار حتى ثرجلي في هذه البلاد وحظي أولادي وما بغيتهمش يعيشوا في الظروف اللي عشت فيها والله ما كان خصهم من تحاجة كانعطيهم الاهتمام كانعطيهم الحب قاعدة شي اللي ما عشتوش قاعدة شي اللي تحرمت منه كانعطيه لهم لأي أم كتسمعني لأي أم كتشوفني خدموا ولادكم وإذا ما كنتوش قدين عليهم ما تجيبوهمش وما تعذبوهمش في الدنيا أنا شخصيا لو كان الأم ديالي حضناتني ودارتني متحت جناحها وكانت تخاف عليها ما كنتش ندوز من هاد الشي كله أنا كان لهم ها هي ورغم هاد الشي كله مسمحها لها هي لبه ومساني ما مجهتهم وباقي كانعطيها وكنسول فيها عمرني المسافوجها وعمرني قتليها أشكان كيدير لي الفقعة ديال الحومة ولا الجيران ولا أخوك ولا تشي حد وخارجي ما كنتش مسخوطة كنت كان خبع في قلبي ونكمل حياتي أبا مات هذا العام الليداز ودرني قلبي عليه واتصدمت والله يسمح له أخر نصيحة لكم عمركم تقولوا بأنه الدراري الصغار ما كيعرفوش وما كيفهموش فعن حكايتي أنا بقى عقلة على شيء أمور تحت 3-4-5 سنين وما عقلش على شيء أمور تحت 5 سنين هذه الليداز والعشر سنين راه الدراري فاش يكونوا صغار تقدرو يشدوا أي حاجة في دماغهم وما كنت تنساش لهم حياتهم كاملة مات حسا قروش انتكاء ديالهم وهذه هي حكايتي وهذه هي كانت حكاية ليلى ويا لها من حكاية واش عرفتوش حل ديال تفاصيل وحل ديال أحداث راني اختصرت لكم بثاف باش نقدر نوصل لكم هذه الحكاية خفيفة بحلاقة أما أنا وعذو بالله ما قلت أنا جاء دوري باش نقول كلام ورأيي في هذه الحكاية أو بالأحرى نوجه رسالة لأي شخص مريض اللي كي يحكم على الناس من خلال المظاهر أو عموما يا متابعين يا كرام ليلى أربي بتدلي هالمصار دياله والحمد لله أنه الطف بيها رغم المعاناات والاعتداءات اللي تعرضت لهم ولكن تخيلوا لو كان بقات في نفس المصار ومنها عاداد وراح عايشين بزاف مجتمعنا ديال الليلات ولكن احنا كبشر وما خلينش من العيوبة ما كان نرحموهمش ولهذا عفاكم عمركم ما توزنوا على شي حد عمركم ما تحكموا على شي حد خصوصا خصوصا بائعات الهواء رهو الله العظيم رهما كيش شي إنسانة كتختار هذيك الطريق ديال العذاب هذيك الطريق اللي من عدم فيها الكرامة إلا إذا كانت أنها طحت في ظروف ما وبالصحة رحتاج شي ما كيبررش ولكن ماشي ما نحقنا أننا نحكمو عليهم وماشي حنا اللي كنختاروا وليدينا يقدر هذيك الإنسانة انتا اللي كتشوفها بنظرة ناقصة رفاش كتدخل بالليل تسد عليها في بيتها كتبكي المولانا وكتناجيه وكتطلب منه السماحة ممكن ذيك الإنسانة مخبية فيها إنسانة نادمة وكتقلب على الطريق انتع التوبة ممكن هذيك الإنسانة حاضر في قلبها ربي كثر منك انتا ونطلبوا الله هذي كل شخص في بلست ما أننا نبقى وكتنحكمو عليهم راح تشي حد مخالف الدنيا من العيوب راح غير مولانا وكل واحد كيفاش ساتره وأخيرا نسأل الله السلامة والعافية والثابات في طريقه راحنا غير مرحومين نسأل الله باش أنه يذوقنا حلوة الإيمان والحب نتع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويغيبنا على الخلق دياله ويلهينا في النفس ديالنا وكيفاش أننا كل نهار نخدموها باش أننا نغيروها حيث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لك الجهاد الأكبر هو جهاد النفس ليس الناس ولا التشي حد الجهاد الأكبر سمحوا لي إذا كنت رتع لكم وسمحوا لي إذا كنت شي حالة ما عشبتكمش وما تنسوش باللي أنه رأيكم يهموني وكلماتكم طيبة محتاجة ليلة باش أنها تقرأها باش أنها تجبر بالخاطر ديالها وعافاكم إذا شي حد مقدرش باش أنه يطبطب على قلبها بكلام زوين فليصمت خير له سلام